موسيقى مرحبا وأهلا وسهلا فيكم على موقع الفن اليوم ضيفتنا إذا بدي أصفها بدي أقول مطربي صاحبة الأخليق من أول ما بلشت بالفن لليوم صاحبة الترب من أول ما بلشت بالفن لليوم كانت عنوان للوفا كانت عنوان للصداقة الحقيقية بعلاقتها الإنسانية ولكن صوتها جميل فوق الخيال والصور أسطورية الصوت مشلين خليفة يعني قدري بدي أصف لأصف بتروح كل الحلقة يعني إليك عمر بتوصفيني أكتر إنساني وصفتني بحياتي حضرتك تتذكري كنا بالبداية تعني نتذكر شوي أول شي هلأ موسم عيد وكنا نلتقى أكتر شي بهالمواسم نحنا على فكرة بذكرياتنا أكتر شي بالمواسم عادي ده حليك كانت الناس زوئة أكتر من اليوم بتتذكري ريسي ثلاث يعني كانوا الناس أزوأ قبل من هلأ يعني كانوا يروحوا يحضروا مشين خليفة ساعتين ثلاثة بدون كاس بدون مشروبات رحية بدون أكل يعني يسكلوا من الطرب من صوتك الحلو بتصدقي هلأ أنا لحلأ حقيقة يمكن شوي مقلة بظهوراتي مقلة انت عرفي أنا أخدت سيستام بتكري هيا حدا يقلك وين غيبة هادي بكرة حدا يقلي وينك اشتقنالك هلا حلوة كلمة اشتقنالك هادي دليل محبة الناس وفعلا بيكونوا من قلبهم مشتقين لصوتي في كتير ناس بقدروا الأصوات الحلوة قلينا مش عام بعمل كمبيمان لنفسي يعني فينا نسمح لحالنا بس في ناس بتتزوق الطراب في عندي ناس أنا وينماس من المعجبين أطفال بتصدق أطفال يعني بالعشرينات بدي سويتان بدي ستان هادي شباب مش أطفال أنا بعتبرهم بالنسبة لإلنا أطفال أيها حني معلق عليهم أكثر شيها حقيقة يعني إذا بقلك في عشق كبير لأرض الحلم اللي حضرتك تفضلتي وحكيتها عنها أحبها لا تسل أهواها لا تلمني لا أحبها لا تلمني أهواها ولا تسل ليه ما قلبي يا هواها طلعت لبنان طلعت الأرض وطلعت تراب وطلعت الشمس وطلع بحرنا وطلع وطلع نفسنا اللبناني وهو يجتنا اللبناني يا حبيبي يا حبيبي كانت كل ما تغني على المسرح يوقفوا الناس وزقتهم وإحتراما لأنها غنية وطنية حقيقة حقيقة كانت كان موسم ريسيتالات أكتر من اليوم لا والله في ريسيتالات هلأ بيعملوا بيعملوا بس ما بقى أحد عم بيعمل ريسيتال اللي مثلا أنا كنت أعمل ثلاث ليلي أربع ليلي على الأكثر هاي دي وقت كنت مع الأستاذ عويد ولكن كسرنا الرقاعدة مع الله يرحم ترابو الأستاذ ملحب بركات بي أنا والأمر والنجوم اللي كانت هي فاتحة الخير عليه وتكرس وتما نقول كلمة تطويب أو فينا نقول طوابوه موسيقار حقيقة لأجل هاللحن الرائع الجميل الله يرحم جورج براهيم الخوري ويرحم الهام هو اللي منعه اللقاب طبعا وهو بيلبق له يكون موسيقار لكل الأعمال اللي عمله هوي بتذكر كان يقلي أعطيني صوت مثل مشلين خليفة وحاجة تسأليني لمن بدي لحن يا قلبي أنا يا قلبي علي تذكرين؟ أنا اللي بذكر هلأ ملحم أنا عايش معي طبعا فؤاد عويد عايش فيي أوكي منو عايش معي عايش فيي جواتي كلني متقمصني فؤاد عويد بس ملحم بركات عايش معي بيأكلي بيشربي بيذكرياتي لما بثور على الفن على الظروف حابتيني اشي عن ملحم ما بعرفها اشي ما بتعرفي ملحم طيب جدا لأقصى حدود الطيبة ملحم بيقلك أنا مني مثقف بس بيحكي عبر بيحكي فلسفة أوقات حيات دعاكته دعاكته حتى بالسياسة طلع من خضم من خضم ما بدنا نقول للألام الله لا يقدر له لعائلته حمد الله أولاده بيجننه وعائلته بتاخد العقل بس ملحم كان بيقلك أنا كنت فقير أنا كنت تنبي عربيتي بالشام كان عنده فلسفاجن مركب له بواب حاطة نيلون على بوابه على الأزيز كنت ملشته يفوت علي ينام فيها يعني بيعرف قيمة النعمة بفترة يعني عايز مصاره فعلا فعلا ومن رددها كله وكله حفظنيها نظبط مجد كبير فعلا غدنية بتعمل مجد كبير كانت علاقتي بأبو مجد علاقة طبعا أخوية صرف نعم كنت هيك بالنسبة لإله في احترام دايما حاطت بيني وبينه حاجز حاجز الاحترام والتأدير عارفة حتى على خشبة المسرح كان فيها الحاجز بينه وبينه بس هو مش حاجز مئزي بالعكس ملحم عادة لما بده يمزح بيسترسل بالمزح عم تفهمي أنا بعمره ما استرسل معي بالمزح بس بحس بعينيك تحس بعينيك حس بي تقديره لما أقفل قفلي على المسرح لما أقول جملي جميلة لما يحسلي تشوفي لما مرة بردت على المسرح شو عامل ملحم شو عامل يا الله ما بنسيع في ليلة من الليلي هلأ بنحكي عن ملحم طلعت الحلقة فليكن مش كله معلش بيحرز بيحرز طبعا بيحرز يا حبيب قلبي أنا في ليلة من الليلي ما قدرت أطلع غني وقيت بعض الظهر أنا بنمو بوعا وبرح المسرح ساعة ستة وقيت الساعة أربعة قلت له طوني أنا ماني قادرة روح المسرح ما فيني أوافع إجرية زوجي ما تعبيني يعني سئوما أنك تتعبيني بني آدم أنا وامرأة بكمينة يعني بنوجع بالدايا بحمل همو لا هنالناس بخمنا الفنان هذي ما عندو إياهون لا لا بقول لازم يضل تمسال الفنان المهم قال لي طيب يلا شريه ولا يهميك رح تلفن أنا عالجورسانك وتلفن لأول شي أحكي ملحم تلفن لأملحم قال له المرة تعبيني ما فيه قال له مرة مريضة شو منعمل كلنا منمرض تلفن لشارل شارل صوايا الله يوجه له الخير أبونا كان مخلص الأب شارل صوايا كان هو رئيس الأرت ويف بالأل بي سي وشخص رائع جدا كل الإيكيب كان رائع معي كله فترة زهبية من حياتي حقيقة تلفن لشارل صوايا قال له معليش هلأ منجرب نحنا منحطها بالأخبار ومن منرد للعالم البدو مصرياتو منردو أو منأجل لجمعة الجيب تكون صار تمنيحة ست ميشلين رجع قال له بس في شغلة لتوني لفت له نظره لزوجي قال له بس ليك هلأ بكرة الصحافي بدأت تتنقلكون بكرة بدأ يقوله دبت الواقعة بينه وبين ملحم نعم طرف اتنين فنانين يعني كمان في كونكراس بالحياة الفنية وحلوة المنافسة الشريفة بكرة يحا يستلموكن من عبكرة الصباح بتتحمل ميشلين بتحمل ملحم بدو يقوله تخانقه وبدون يفرطه الريسيتال وخلاص ما بقفي قال له سكر قال له توني معك حق سكر ما قاله شيلا ملحم فات علي على القودة قال لي ميشلين قومي منتخت نعم قلت له ماني قادرة مريضة قال لي شريقومي هيك 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 بيقول شارل صرت ابكي بكيت شوي شوي قلت له تب يلا عطوني فيتامين سي عطوني كز عطوني كز والله العزيم يا هلا رحت ماني قادرة راسي جلسه وعملته هيك وبقى سناء هديك الليلي بالزيت بالزيت غنيت على المسرح وحملي راسي هيك لانه ما عم بقدر جلسه في هالصرخة القوية انا عشقة يا امر عم تفهمي هايدي بتهد الجبال هدي راسي واسرخ انا عشقة يا امر حاصله بقى بهالليلي مع ملحم قلت له الله يخليك استاذ ملحم عالمسرح هو بعملني ايها مرتين هايدي الصرخة يعني المقطع بعيده مرتين لانه فيه بيعمل افيرفيسانس والعالم هايصة قلت له الله يخليك خليني اقولها مرة وهي قلت له هلأ منشوف هلأ منشوف طلعت عالمسرح اجا المقطع وعم برجف انا لو فيني يقطعوا لي ما غني بكن بتمنى اجا عملت راسي هيك واسرخت انا عشقة يا امر بكل جوارحي بكل قوتي بكل شو بدي قليك الحماس اللي المرة بتتحدى فيه عم تفهم بتحدي كتعة بغنية ليش عملون ملح ما تطلع فيه عملون هيك عيدوا مع اني طلبت منه انه ما يعيدها يعني عد طلعت فيه هيك براسي وعدتها تاني مرة قرب لحد بعد بخلص تاني مرة ويزقفوا العالم قرب لحد عفوا من الجمهور الكريم قال لي كلمي شوي هيك مهضوا من اغنجني فيها قال لي مريضة ايه يا كذا عيدوا تالت مرة الليل الوحيد اللي عدت فيه المقطع تلات مرات اصصني على المسرح اصصني حاصلوا هايدي من الاشياء الظريفي والطريفي لمرئت بحياتي مع ملحم حيات مشلين خليفة خلينا نحكي شوي من بعد نحكينا فن رح نرجع للفن اكيد عنا كتير اشياء نحكيهم نحكي كيف تمرنت مع فؤاد عواد قديش تعملت معه وبعدك لهلأ وفي من بعد ما توفى دايما بتسكريه وبتقولي استيزي وبتشتقيله وبتقولي عايش فيه ايه عايش فيه شو هالوافة هيدا عايش فيه انا ما تيتمت من امي وبيه بس انا تيتمت من فؤاد عواد ليه لخبرك شغلي اول شي كان هو يمكن شو بقوله عراب الفن عراب الفن هو فتحت الخير علي اني انا احترفت الغداء اني انا حققت حلمي يعني لو ما فؤاد ووجد واجه على بيتي سهر وسيقى بسمع صوتي ببيتي انا ولا بجه يعني انسان حتى لو بغنب بده دايما تمرين طبعا انا من بعد فؤاد عواد بعد ما لقيت حدا يعملني فوكاليز هلا مؤخرا تعرفت على سيدي استاذي بالكونسيرفاتوار واستاذي بالمدارس ست نسرين حصني بتاخد العقل هلأ هاي الانسان الوحيدة انا مرتحت له بالتمرين انو عم بعمل معا فوكاليز كانت تقدم ريسيتالات معنا ست نسرين اه بتعرفيها بتجنن بتجنن جلدور فريما طب اديش المعليشيك شعور بده اسألكي بتكوني انت فدات ونجمة كبيرة وبتروحك كتلميزك اي اسأليها اسألي نسي انا بتسألكش هالشعور هذا يعني كيف انا رأيي عن جد اذا لتقيت فيها بسأليها السؤال لانه كتير هلأ تخليتها تتعود علي وتخليتها انه خلاص بقى نسرين هلأ انا تلميستيك اي يعني وقفي يعني هي كمان بتخجل مني عم تخجل مني كيت عم تخجل مني وكذا تقالي يا عمي انت الاستاذ الكل انت استاذ العالم كله استاذ الفن ومدرشو قل لها نسرين بريز انا بحب تقسي علي بالفوكاليز بالتمارين انت اللي بتقوليه انا بدي نفزه لاني معاوضي هيك عن فؤاد خلينا نحكي صراحة اي انت اخترت الفن الصعيب اي يلي بيدوم ولكن صعيب يعني الترب والترب الشعبي وكلها وهلا اوكي الشباب بحبوك وكلها ولكن هيدا الفن ما انه يلي نحن نسميه فوشة كبد يعني غنيه بتدرج بعد يومين بتنتسع مش هيدا هدفي انا شو هدفي هدفي اسيسا انا ما بعرف قدي الا يعني كأنه الطرب شيء مزري هلا بالسؤال هيدا كأنه الطرب شي شغلة ديزوية يعني لا لا فيه احلم نطرب بعضنا نحن نحن شرقيين نحن على تليفزيون كل يوم ام كل سوم صهرة انا بنتر ام كل سوم بيروتانا كلاسيك وردة الجزائرية وردة طبعا يا اختي انا ربنا عطيني نعمة الصوت الجميل وعطيني نعمة اني انا حافظة وبعرف قدي طرب الحمدلله يعني عندي عندي امكانيات كتر خير رب العالمين معقولة اني اقدر قدي بكل طاقتي قدي مقامات الشرقية الاصيلة ب صحيحة عم تفهمي وبالوقت ذاته انا مش عم بضرب الناس انا عم بضرب الناس فرق اني اضربهم فرق اني اضربهم فيه ناس بيضربهم ايه طبعا طبعا اول مرة سمعتك بحياتي كنت قادة عنديك بتصفر عم نيكل الاكل الطيب لان انت نشميل لبنان واكلك كتير طيب يلا وغنيتي لنا الحب كله ايه ما بديك تسمعيني مقطع عملنا تذكريني بأيام زمانك ليكي قصص الغناء بدنا نوعود الناس على قناة هلا شو بسميتيها هي ويبسايت الفن ويبسايت الفن اللي بتختص فيها حلال مر الاعلامي العظيمي والصديقة والاخت الحبيبي بدنا نعملكون حلقة او حلقتين بإذن الله انا هدا وعد مني عالبو كلها مغنى كلها مغنى بقى مطلب مني مغنى منها نضحك ونحكي طيب يعني منضحك ونحكي طيب مش لي خلينا انا بعرف بعرفي كتير مني بس خلينا ناسي تعرفوا عليك انت ام لشبان اه مزبوط انا زوجي زوجي اسمه طوني حليفي كل عالم صارو بيعرفوا طوني شو بيشتغل زوجي كان اول شي بانكي رجع ترك دومان بانكير يعني هيدا صار عمل دخل بالبورصة لانه اساسا كان تخصصه بالدمان البانكي انه بالدمان بانكير كان هو المسؤول عن البورصة يعني كان لتريزورية هلا بيكونوا عم بيسبوه كلهم كلهم لا بيسبوه البنوكي ايه عم بيسبوه البنوكي حرفته الله ستره رجع اخذ عملي كتير يعني عملي كتير شغلات بحياته حاليا 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 صار عنده مؤسسة كيترينج لا ابني مؤسسة الكيترينج لا له لا ابني ليس مع شريكه طبعا عنده شريك وطوني هو مدير العام الشركي وصعداء جدا فيها للشركة وحبيب قلبك ايه جول كبير جول كبير عنده جول خصص بجراحة نسائية دكتور جو خليفة وانا عرفت انه هو بأعظم مستشفى مستشفى الروم مستشفى الروم مستشفى الروم أعظم مستشفى بلبنان حقيقة وعمل اكتشافات كتير مهمة فعلا وطبيب معروف ومحبوب اهم شي انه يكون محبوب ويساق في الناس بدي اقولك ابني انسان اللهوي بايمانه بيشتغل ابني جو ما بيعرف لا يكذب ولا يمثل عن الناس ولا يعمل بابازات طبيعته شخصيته شخصيته متل بيو حقيقة واليس الياس بيحبن هدول البابازات والحركات شوفي اللي دوز اكسرام رفت انه بلحن الياس موهوب جدا موهوب جدا لحنيا وبترجي يا ماما عم بكبر انا يا ماما عطي اعمل لي لحن عيب تكبر ايب الواحدة وعشرين سنة لا سبعة واربعين عيب هلا اوكي عم بيعطي الشباب عنده اصحاب كتير فناني بيعطيهم وبيقلو حطهم باسم كون اتصوري يا ماما لمن عطيت بيحب عنده هوبي الموسيقى حياتا وتجو مجوز والياس مجوز وعنده بنوتا تجو عنده صبي انتوني هلا يعني انت تيتا اصغر تيتا اصغر تيتا بالعالم وانا سعيدة فيهم يقبرولي اساسا انا خاص مثل كلمة تيتا باعتولك مشلين ايه مثل ما خاصبي لناس كتير كلمة مدام مثلا بقولوا انا ميشا ميشا تكور خلاص بلا مدام بلا والبيقولولي تانت شو بكره اللي بقلي تانت يايي شو بكره هاي الشغلي ميشا انت بنت الهام سليم نعم يعني امك وبايك كانوا يشتغلوا كتير بالفن باي ما خاصو كان زوي كان الحكم كان الحكم بالفن انا بتذكر صوتها بازعة لبنين للمرحوم امك على القوف مش على القوف ايه تتذكرية ولو كيف ادي انساها انا حضرت عرص اخواتك وهلأ بقولوا هلأ بتحبطنا كنت اكل اكل طيب عندها وكلنا بنحبطنا ونغنج كان عندها كان تطفيد من الحنين تتذكري وقت ماي بيلونة جوزت ليا تقبريني يا أمن امتي برات البيت انه ما فهمت انا بدا تتجوز ماي ودتين بالبيت تعي تبوسك وغنج لك هلا كيف تتذكري ونهودي تتذكرون قد ما انا الهام ست الهام اكيد علمت فيي علمت فيي ان الواحد مش بالضرورة بالفن ينحرف لامور بلا مربع او بلا اخلاق فيها تكون فنانة عندها اخلاق ولادة يكونوا فنانين عندهم اخلاق لان ثلاثة ربيع الناس يلي اهلهم بيمنعون عن الفن بيخافوا منه ان يكونوا راحين لقلة الاخلاق لقلة الاخلاق فالهام سليم كانت هيك اسمها الفن ايه طبعا الهام سليم في الماما اسمها الان اوكي كانت تتغني وصوتها حلو وكانت مربعي كل واحدة صوتها اجمل من التاني يعني بين مهارين بين مابالونة بمشلين خليفة من عدل صغير طورة هلا اكيد صارت بدنا نعملك حلقة انا وما يومها يا ريت وينو هتريو الوعدين نفق لكم سنين الناسنين الناسنين انا قيلتلن لما يومها حضروا حالكن اذا عملت كونسير بدي استقبلن سوربريز على المسرح بدي بس بدي حط بالاعلان في سوربريز العالم ما حتعرف لقلناها علاوة بس مش كلهم حيسمعوا لبنيك انه وقت تجوزوا اعتزلوا يا مشلين ما تزلوا ما تزلت ما تزلت ما يمكن ما بعرف تفاهمت هيو زوجة انه ما بقبدة بس ما يبي اي ديقة بتعطيها الميكروس ملا عليها كل ماله عم بيحلة صوتها بتحب تعشق تعشق تقبر قلبي ملا صوتها اجمل من مكان على اضعاف اضعاف مها انت بتعرفي صوت مها وبتعرفي مها لما بتدت بتدت بومبة بستوديو الفن اخدت الجايزة الدهبية الميدالية الدهبية بعدين مها بلشت صح يعني مها بلشت من مصر مع عالم الفن غنت لأهم الملحنين بالعالم العربي وبمصر غنت لشرنوبي غنت لمحمد سلطان غنت لكتير ملحنين انا مش ذاكرة هلأ اغانية هبدك تذكرة انت الملحنين بتعملت معهم بمصر ايه طبعا قبل ما نختم قصة مها وماء تذكر انا مرة مقابلة لما يبيلوني قلت لها مين الصوته احلى ايش يا خليفة ما يبيلوني او مها قلت لن احنا مثل الفواكة البطيق طيب الكرس طيب الفراس طيب واشا ايه انا عفوك بتحبي تذكر اللون هاي مسكرة كتير منية وكان اجمل وصف لوحتي اخويتها بالفضل انت بعمينت عملت من المصريين انا من مصريين حقيقة انا مؤخرا اخر عمل يمكن عملته اجايني بعمل قبله شخص دق بابي وسامع بمجد الغناء وسامع بأنا والأمر والنجوم بدأ بابي التليفون من شاب صغير قال لي مدام انا اسمي خالد البكري هم بعرفوا لخالد البكري يا حبيب قلبي انا انا جاية من مصر وانا بدي اتعرف عليك ولو بتسمحيلي بالمقابلة قلت له طبعا اهلا وسهلا فيك عتيته موعد بالنهار زيته اجا لعندي شاب بياخد العقل الأمر بصفة ما عمره يمكن 24-25 سنة فات قعدت انا ويا حمل أورج قلت له طيب حمله اجا لعنتك على البيت حمل الأورج يا حرام هالأدي وهيدا فات قعد اكيد ريحته يقل لي انا خجلان يعني انا قعد قدام عزيمة قلت له انا لا عزيمة ولا بلوت انا ست بيت لك هلأ فاتي اعمل لك شي طيب وضيفك وبتتغدى عندي ومدرشو عملت له قهوة عملت له شاي افتحها الأورج لنشوف شو بدك تسمعني مين وقف وراء الباب طوني خليفة كل شوي يقل لي مشلين قل له اي حبيبة هيك جنتيمة يقل لي حكيني كلمة يروح يقل لي طول ما رد عليه لطوني قعدت مع خالد البكري اربع ساعات ببيتي قلت له شايف كل هالالحان قلت له بيأذن رب العالمين بدي اخد منهم بس تركني لانزل مشوارة عمصر لان كان عندي التزاماتي بعد انا عندي حفلات عندي سفرات رحت الايام مشت الايام اجاني دعوي لحفلي بدار الأوبرا بمصر نزلت على مصر اول انسان فكرت اطلبه خالد البكري طلبته يا حرام اجا واجا معه واحد منتج فني قال لي مدام بدنا نمضي معك وحقيقة نمضيت معهم بدون اي مصاري بدون اي كلفة سوى انه استضافني بالأوتيل اللي عملت الالحان سجلتن غنيت لشرنوبي وجاب لي شاب صغير عفوا يعني جاي متل كأنه جاي مبلط البيت وجاي تصوري لوين قلبه بياخد العقل وجه متل القمر زغطور هيك ولابس مش جاي بيجره ماشي جاي سبار يعني حامل عيد قهود بايده مين طلع طلع وليد سعد وليد دكتور قريب من القلب وليد سعد سمعني ألحان سمعني ألحان والمنتج قلت له انا اول ما فاتت السابق قلت له هيدا جايب لي ملحن انا مغنيه لكبار الملحنين ولملحن بركات ولمفقد عوه فطاحي لانا مغنيتنه جايب لي ولده عم تمرني فيه خدني انا نقل ملحنين قل لي اسمعي 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 وسمعت قعد حتى أختي وسمعني قلت له هاي بدييها هاي بدييها هاي بدييها عملت الشريط كامل مع وليد سعد وقلت له ليك يا وليد حتى براسك شغل من احنا موسطينه وعا بيته وهاي بتذكره وكل ما بلتقى فيه أنا وياه بمصر بيذكرني قلت له انت حتصير من اعظم الملحنين بمصر والتاريخ رح يكتب اسمك ببداياته يعني هاي ببداياته ببداياته وهيك صار طيب اسطورية الصوت نعم خليكي قاعد لأنه عم نقسم حلقتنا مش بعنا عمل الحديث معيك وأنا هاي أول مرة بتلاقي معيك قدام كاميرا فيديو لأن كنا دائما نعمل مقابلات أوديو لنكمل الحديث يلا أوكي أنا بشكر كمان كل المشاهدين موقع الفن كمعكم قدام الكاميرا هلالمر بتوزروا باقي المقابلات مع السيدة اسطورية الصوت مشلين خليفة اشتركوا في القناة